تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اختتمت فعاليات دورة الألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب في نسختها الأولى وشهد الاحتفال سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة حيث أشهد سموه بالنجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة مؤكدا أن سمو الشيخ خالد بن حمد يولي مسألة تطوير الفئات العمرية أهمية كبرى من خلال دعم جهود اكتشاف وسقل المواهب والذي يأتي على سلم الأولويات والاهتمامات لمواصلة العطاء وتعزيز مكتسبات الرياضة البحرينية وعبر اسمو الشيخ سلمان بن محمد عن سعادته بما تحقق من أهداف في إقامة مباررة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب خلال الموسمين الماضيين منوها بنتائج منتخبات لعبة كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة في مشاركتهم الخارجية مؤخرا والتي كانت ثمرة مباشرة لجيل الذهب وهو ما يؤكد على النجاح استراتيجية الاهتمام بالقاعدة الرياضية وجعلها من الأوليات الرئيسية لحصد المزيد من المكاسب مستقبلا كما أشهد سموه بالاهتمام الذي أولته الاتحادات والأندية الرياضية في دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب وحرصها على المشاركة في الدورة من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة أن هذه المبادرة لاقت الصدى الكبير في الشارع الرياضي والتفاعل الواضح من قبل الجميع مشيدا بالنتائج التي حققتها المبادرة على الرياضات البحرينية في مختلف المناسبات والمشاركات المحلية والخارجية